تضارب مستمر في تصريحات القادة والمسؤولين الإيرانيين حول انتفاضة الشعب العارمة والغاضبة في كافة المدن والمستمرة حتى الآن تصريحات لم يقتنع بها المتظاهرون فاستمروا في الخروج مطالبين ورافعين شعارات واحدة الموت للديكتاتور وإن مكرها ومجبرا فقد رضخ الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمته المسجلة عبر التلفزيون الإيراني إلى مطالب المحتجين واعتبرها شرعية في القسم المتعلق بالفساد وسوء الأوضاع المعيشية بينما تغافل عن الأهم منها والتي أظهرتها شعارات المحتجين خلال الأيام الماضية وفي أكثر من ستين مدينة إيرانية هذه التظاهرات التي تعم إيران خلال الأيام الماضية دفعت بقيادات النظام إلى التخبط فيما بينهم لهول وسرعة انتشارها بين المدن في إيران كونها تحمل مطالب شرعية وحقيقية فأصبح التعامل معها أمرا صعبا للغاية بالنسبة للنظام الذي يدرك جيدا أنه السبب المباشر والحقيقي لمعاناة الشعب الإيراني وحتى شعوب المنطقة أيضا الموت للدكتاتور أي المرشد خامنئي وإسقاط نظامه أهم المطالب الشعبية التي ناشد بها جميع التظاهرات من أقصى البلاد إلى أقصاها ومن البديهي أن يضمر النظام ذلك في نفسه لحين التمكين من القصاص من شعبه على هذا التطاول على مكانة وقدسية الولي الفقيه المطلق السلطات في البلاد وقد ظهر بوادر ذلك خلال التصريحات المتواترة والمتناقضة من أقطاب النظام فقد هدد وزير الداخلية المحتجين بالتصدي لهم بكل حزم وأنهم سيدفعون الثمن أما قيادات الحرس فقد هددوا المتظاهرين بالقبضة الحديدية حدة التظاهرات وكسر حاجز الخوف لدى المواطنين في التصدي المباشر مع ناصر الأمن والباسيج وإحراق مركز الحرس وتمزيق صور المرشد والمطالبة بموته سابقة جديدة من نوعها في إيران منذ مجيء هذا النظام وهذا ناقص خطر يهدد أركان النظام بشكل جدي وهو ما يعكسه التضارب الحاصل في التصريحات والتهديدات من قبل رموز النظام وقياداته تجاه المحتجين ورغم التعتيم الإعلامي من قبل أجهزة النظام على الاحتجاجات المستمرة وقطع شبكة الإنترنت ومواقع التواصل فإن مقاطع الفيديو المتداول إلى الآن تظهر حجم رقعة هذه التظاهرات وشدتها والتي وصلت في العديد من المدن إلى التصدي المباشر مع عناصر الأمن والباسيج وإحراق مراكز الحرس وتمزيق صور مرشدة ما أوقع العشرات من الجرح والقتل والمئات من المعتقلين